هذه أبرز العناوين كارلوان شيلوتي مدرب ريار مدريد يفاجأ النجم المغربي إبراهيم دياز بهذه الحطوة داخل معسكر الأسود هذه هي تشكيلة المنتخب الوطني المغربي المتوقع اليوم أمام المنتخب لصوته في تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة يواصل استعداداته لكأس العالم أسبك السهنة مستجداج جديد ومفاجئة بشأن مستقبل المغربي حكم زياش مع غرطة صرايا قبل ما نبدأ ما تنساش تشارك معنا في القناة وتفعل جل الجرس باشي وصلك دائما أخبار المغرب أشاد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال ماضي للإسباني بلاعبه إبراهيم دياز عقب توقعه لهدفه الأول رفقة المنتخب المغربي في مباراة القابون لحيساب تصفية كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 قال أنشيلوتي في تصريحات نشرتها صحيفة إيسر الإسبانية هذا الفتى في طريقه إلى النجاح إبراهيم دياز في وضع القاثل مع المنتخب المغربي سجل اللعب المغربي ونجم ناديري الماضي للإسبانية تلت أهداف المنتخب المغربي أمام ناديره المنتخب القابوني يوم الجمعة الماضي في حدود الدقيقة التاسعة والخمسون عن طريق تسديدة قوية أسكنها في شيباك أشهد كارلو أنشيلوتي بالمستوى الجيد الذي يقدمه إبراهيم دياز مع انطلاقة هذا الموسم حيث قال معبراً دياز سيصبح الأفضل في المنتخب المغربي خصوصاً وأنه سجل أول أهدافه لينفتح شهيته على الأهداف مع الأسود ويشار إلى أن النجم المغربي إبراهيم دياز كان قد من النفس من أجل التسجيل مع المنتخب المغربي فهذه المباراة تعد هي المباراة الثالثة له بقميث أسود الأطلس وهذا هو أول هدف له مع الأسود حيث تلقى إشهد كبير ودعم كبير من قبل زملائه في ريال مدريد أبرزهما كليان مبابي النجم الفرنسي والنجم البرازيلي فينيسيوس والإنجليزي جود بيلينجهام يستعد المنتخب الوطني المغربي لخوض ثاني مبارياته في تصفية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا المغرب 2025 بمواجهة منتخب لسوته استعداداً للعرس الكروي الإفريقي الذي سيحتضنه المغرب في الصيف المقبل سيحاول الناخب الوطني وليد الرجرقي استغلال مباراية اليوم من أجل تجريب بعض الخطط الجديدة وتطبيق بعض الأفكار التكتيكية خصوصاً على المستوى خط الدفاع حيث أكد أمس الأحد الإطار الوطني المغربي وليد الرجرقي في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة اليوم على أن اختياراته على المستوى الدفاع لم تساعده بشكل جيد أغلب لاعبي خط الدفاع ومن المنتظر أن يعتمد الناخب الوطني وليد الرجرقي في مباراته أمام منتخب لسوته على تجريب معظم لاعبه على المستوى الهجومي والدفاعي كون خصم ليس منتخباً قوياً التعرض في مباراته الأولى إلى خسارة كبيرة أمام منتخب جمهورية إفريقي روسطا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ومن المتوقع أن يدخل في التشكيلة التكتيكية أربعة واحد أربعة واحد في حراسة المرمى ياسين بونو في خط الدفاع نصير مزراوي كظاهر أيمان أشرف حكيمي كظاهر أيسر في قلب الدفاع نف أكرد وعبد الكبير عبقار في خط الوسط سيكون صفر أمرابة لاعب بوكس أمامه كل من بلال خنوس وحاكم زياش وفي الهجوم على مستوى الأجنحة كل من إبراهيم دياز وعبد الصمد الزازولي وصفين رحيمي كرأس حربة يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة استعداداته لنهائية كأس العالم المقررة بوسبك السان ما بين الرابع عشر شتنبير الجاري والسلس أكتوبر القادم الفين واربع وعشرون وأشرة العناصر الوطنية اليوم حكصة تدريبية جديدة بمدينة تشقند ركز من خلالي هشامدكيك مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة على تموقع اللاعبين على أرضية الملعب كما ركز ربان المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة أيضا على الرفع من درجة الانسجام بين اللاعبين يشار إلى أن قرعة نهائية كأس العالم أو قاعة المنتخب الوطني المغربي لفوتصالة في المجموعات الخامسة إلى جانب منتخبات طاجك السان ومنتخب باناما والبرتغال كانت كيكا قد كشف عن قائمة نهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة المشاركة في نهائية كأس العالم المقررة في أسباكستان 2024 وتضم التشكيل 13 لاعبا سيمتنون المملكة المغربية في هذا العرس العالمي تشمل القائمة تقبل الدولي المغربي حاكم زياج منعطفا جديدا مع نادي غرطة صرايا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ووفقا لما نقاله موقع كونترسبورا التركي فإن الدولي المغربي حاكم زياج سيستمر مع نادي غرطة صرايا رغم أن كل المؤشرات كانت تشير إلى اقتراب نهاية رحلته مع النادي التركي في هذا الصيف أوضحوا موقع ذاته أن إدارة النادي التركي غرط صرايا اتخذت قرارا بعدم التخلي عن خدمات اللعب المغربي زياج رغم أنه كان على رأس قائمة المغادرين في الأيام الأخيرة بسبب عدم توصله بعروض مقرعة في هذا الصيف تحدث التقريب في وقت سابق على أن زياج يحظى باهتمام جدي من فارقين عربيين ويتعلق الأمر بنادي الغرافة والعربي من قطر لكن يبدو أن إدارة الفارق التركي قررت الاحتفاظ به حتى وصول عرض المال مغري في فترة الانتقالات الشتوية القادمة كان زياج قد خرج من حسابات نادي غرط صرايا إلى حد إبلاغه النادي برغبته في الرحيل وهو الذي شارك في 25 مباراة مع النادي غرط صرايا في الموسم الماضي سجل فيها 8 أهداف ترجمة نانسي قنقر